اهلا 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 بحضراتكم عاملين ايه كله تمام بقى احنا من يومين كنا بنتكلم مع المهندس احمد والي في التليفون على القضية بتاعة هوجبول طيب هل هوجبول هي اول وسائل النصب الالكتروني؟ لا طب هل هي اخرها؟ برضو لا طب هل النصب الالكتروني هو حالة او طريقة واحدة ولا هي اكتر من طريقة؟ طيب والاختراقات وكل الحاجات اصلا انت ممكن ما تبقاش مشترك ولا بيتنصب عليك عن طريق تعالى ونجيب لك بيتكوين وهنعمل وهنسوي لا وانت ممكن يبعط لك صورة ويبقى فيها امبادة فايل ويتفتح التليفون بتاعك ويتعرف الباسويت ويتعرف القم الحساب يعني ممكن تلاقي نفسك فجأة صحية الصبح مفيش الاول خلوني ارحب بالموانس احمد والي اهلا بيك اهلا بيك ومنورنا وسانين اللي انا بقوله ده بيحصل بيحصل طبعا بيحصل كل يوم وفي كل مكان الى هذا الحد اه طبعا النصب الالكتروني زاد جدا خصوصا بعد فيروس كورونا لما الناس قعدت في البيت والاعتماد على الانلاين بيزنس زاد جدا فطبعا كل ما حاجة بتزيد كل ما بيظهر المستفدين من وراها سواء مستفدين بشكل قانوني او بشكل غير قانوني فطبعا الموضوع زاد جدا الناس بقت تشتغل بانكينج اونلاين بقت تشتري اونلاين بقت تحط الكريدت كارد بتاعها على الموبايل بشكل مكاشف تحطه قبل كده فطبعا كل ده اغرى الناس اللي هي عندها نواية غير سليمة انها تشتغل اكتر طيب انا ساعات بشوف قدامي حالات كتير انه مثلا بيبقى الشخص نفسه يوسف مثلا رجل غير سيء انهي على الاطلاق وبيخش على تطبيق مثلا زي التالي جرام فيلاقي فيه مش عارف مجموعة ولا منتدى اللي شعب بيسموها ايه واصل فيها مش عارف واحد اسمه شعب ابو زيد ابو خالد ابو علي ابو يوسف ابو مصطفى ويقولك والله انت تقدر تشترك في المجموعة بتاعت الواتساب المحدث بتاعنا طب تعال احنا هنديلك نسخة تشات جي بي تي من غير ما تبطر تجيب رقم امريكاني وحاجة زي كده انا لما بلاقي صحابي بيتكلمه في الكلام ده انا بتخضر لهم يا جماعة وانتو تعرفوا الناس دي مين لأ طب انت ما تضمن انه كل اللي هو عامله ده واللي انت فاكر ان ان انت مستفيد هو مش طالع من وراء فايدة وانه هتطلع بفايدة ايه فاهمني انا يعني محق في احساسي واستشعاري بالخطر ولا الحاجات دي عادي نعم محق جدا طبعا هو مبدئيا الانترنت فضاء مفتوح عمرك متاصق في اي حد على الانترنت ده بلدي قاعدة كده لازم تحطها في بالك وانت دخل الانترنت اي حد ما تعرفوش اعتبره شخص غير مصطوق فيه تماما الشخصات الاعتبرية على الانترنت دي اعتصق فيها سواء بقى هيبتزك ماليا هيبتزك اخلاقيا هيبتزك هيديك فايل والفقد ده ازا محرك قلت يطلع فيه فيروس ويخش على الموبايل بتاعك يخلصك على كل حاجة فمبدئيا اي حاجة على الانترنت لا تصق فيه تماما ولا تصق في واحد يقولك انا هديك فلوس باي شكل من الاشكال يعني احنا مثلا الاشكال بتتغير سواء بقى هوك بول سواء انت اكسبت في مسابقة سواء اي شكل الاشكال بتتغير لك في الاخر المصطلح واحد انا هديك فلوس مفيش حد ما يعرفكش هديلك فلوس ومفيش حد بيكسب في المسابقة المسابقة دي يعني محد يستمع عنها تلاقي تباقعات لو واحد يقولك انت اكسبتو في المسابقة اديني بقى كريدد كارت بتاعك عشان احاول لك فلوس محدش بيحاول لحد فلوس على الانترنت ومفيش حد بيديك فلوس كده للوجه اللي فلا تصق تماما في اي حاجة من الحاجات دي رسائل ايميل شهيرة كده يقولك انا فلان الفلاني انا مدير بنك مش عارف فين في امريكا اللاتينية في افريقيا في جنوب شرق اسيا وحصلت مشاكل سياسية زي ما انت عارف وانا دلوقتي عندي في حسابي عشرة مليون دولار فانا عايز احول لك خمسة وهتدي لي منهم اتنين ونص وقصة كده عشان في الاخر خالص يقول لك ايه معاكش بقى مية دولار علشان اجراءات التحويل وهب بخ طبع طبع هل حارك تعرف ان الميل الحارك شايفه ميل سازج ده في ناس كتير قوي بتتجاوب معه يعني حارك شايف ان الميل ايه ده ما اكيد نصب يعني انا اقرى الحاجات دي بقوله ايه عبد ده طبعا في ناس بقى بتقع في الفاخ ده هم عارفين كده يعني اللي ببعت الميل ده هو مش بيستهدفني ولا بيستهدف حضرتك ولا بيستهدف الناس المتوسطة الوعي في العالم هو عارف ان في ناس ضعيفة الوعي على مستوى العالم هو دي الناس اللي بيستهدفها وعارك ان الناس هتشوف الميل ده وتضحك وتقفله لقوا ان فيه حوالي 4% بتتفاعل مع الاميلز دي 4% على مستوى العائل هو مش محتاج غير 1% لو 1% تفاعل مع الميل وصدقه ودفع له الـ 100 دولار هو كسبان لو لميله في اليوم 100 دولار 200 دولار موضوع بالنسبة له ظريف جدا ففي ناس بتتفاعل تحرك تفتكر للحادثة بتاعة الانتخابات الأمريكية بتاعة هيلاري كلينتون رئيس الحملة بتاعة هيلاري كلينتون لما الميل بتاعته اتحكر اتحكر زي اتحكر بطريقة بدائية جدا محدش مصدقها جاله ميل كأنه من جوجل ومكتوب عليه الجوجل بتاعة جوجل وكل حاجة قال له انت في حد حصل على الباسدور بتاعة الميل بتاعتك ولازم تغير الباسدور بتاعتك دلوقتي حالا والميل جاي من ميل مكتوب ازاي بقى يعني حاجة نوريبلاي ات اكاونتس دوت جوجل دوت كوم هو مش حاجة اسمه اكاونتس جوجل دوت كوم هو جوجل دوت كوم بس دايما يكتب لك حاجة شبهة او يكتب لك جوجل مثلا عشان تخدع اه بدل جوجل الل واحدة يكتبها جوجل او بدل او او تبقى تلاتة او مثلا تبقى حاجة شبيهة قوي بالدومين الاصلي وقال له لازم تغير الباسدور بتاعتك ورح ما طلع له كده شاشة قال له اتكع اللين كده عشان تغير الباسدور طلع له شاشة هي جوجل يعني فتح له جوجل دخل الباسدور بتاعتك القديمة ودخل الباسدور الجديدة رح ما دخل الباسدور القديمة اللي هي بتاعت الاميل اللي هو ما دخلهاش لجوجل هو بعثها للهاكر فالهاكر بقى معنده الباسدور بتاعت رئيس حملة الانتخابية لشخصية سياسية كبيرة جدا على مستوى العالم يعني حركة بدائية جدا فده ياخدنا يعني الحاجة اللي بتجيلك بقى يجيلك لينك صفحة مثلا فيسبوك يقولك فيسبوك دخل اليوزرنين بتاعك ما تصدقش جوجل ما تصدقش يتاكي على اللينك ده ما تتاكيش على اللينكات لازم تقف على اللينك الاول تتأكد الاسم صحيح ولا الاسم فيه يعني اتأكد من الاسم ممكن يكون لعب في حرف فيسبوك ممكن يكتبها فيسبوك والكي ضبل كي ممكن تتلاقي فيسبوك بدل أو أوت لها تريبل أو ممكن جوجل يعني يلعب في حرف واحد ما تاخدش بالك من الفرق لازم نركز في الحاجات دي لينك جايلك من ميل من مصدر غير مجهول أوع تتاكي علي ما تدخلش باسور غير في السايت اللي انت دخل عليه بنفسك يعني انا داخل بنفسي كاتب فيسبوك دوت كوم ودخلت اللي يزالي من باسور جتوعي لكن واحد بعيت لينك راح اللينك فتح لي صفحة فيسبوك ما تدخلش باسور بتاعتك ابدا يعني لازم انت اللي بنفسك تكون كاتب العنوان اللي هتخش عليه مش اللينك اللي انت بعثتلك هي اللي فتحت لك الصفحة طب حدق فاكر لما كنا على فيسبوك يقول لك شوف انت شابه مين من الممثلين أو خش اختبار مش عارف انت تستحق منصب ايه والحيات دي صح كان فيه على فيسبوك فترة للجيم ده ويقول لك خش هتبتكي على لينك تقوم وفتح لك صفحة تانية يقول لك اتبتكي على الزرار ده عشان تعرف تشابه مين من المشاهير يوم يقعد يلف يلف كده بعدين يقول لك ايه عشان دي يظهر لك النتيجة اتدخل لنا اليوزر نيم والباسورت بتوعك عشان يتأكد ان انت صاحب الاكاون طبعا انت بتدخل اليوزر نيم تديه هدية للهكر اللي عمل القصة دي خد الاكاون ما تدخلش اليوزر نيم والباسورت بتاعتك ابدا في اي حتة غير في الصفحة اللي انت تدخل عليها بنفسك مش عن طريق لينك اتبعت لك صريقة ده مهمة جدا طيب ايه اشهر او الاكثر رواجا في وسائل النصب الالكتروني عندنا هنا في مصر ايه اكتر حاجة لاحظتوها كخبراء امن معلومات هي طبعا الحاجة في حاجة سنا السوشال انجينيرين السوشال انجينيرين دي الهندسة الاجتماعية ان انا بدحك على الناس بالاستعطاف او بالخداع الكلام يعني فيه ان انا ممكن اهاك حد او اتك عليه او يعني احاول اخترق الحساب بتاع دي ليها طرق لكن انا ابعت له رسالة اقول له خلي بالك انا محتاج انا مزنو انا مش عارف انا من ضحايا حرب كذا كذا ومحتاج مساعدة فده استعطاف او ان انا اقول له مثلا انت هتاخد جايزة ولو ما ردتش عليه دلوقتي حال الجايزة هتروح عليك دي اسمها الهندسة الاجتماعية فيه مثلا ان انا ابعت له اللي هي المشهورة اول اللي هو اللي انت اكسبت ودين الكريد الكارد التاعك احصل البنك عشان احاولك عليه المكسب والمضوع بيتطور بقى بالتليفون يعني مش هازيقول دعية المكنة التحت دلوقتي دي اللي هي بتحول الفلوس وانا هكلم الراجل يقول لها دين الراجل بتاع المحل ده يكلمه يقول له حول لي على حسابي مبلغ كذا كذا والستة القدامك هتدفع لك الفلوس الراجل ما يعرفش ما يعرفش ان الراجل ده ما يعرفه دعية اللي ما اديه له التليفون بإيه ده بالزبط كده فبيقول له قاله حول لي خمس تلاف جنيه والستة هتتطحوم لكاش دلوقتي يقوم محاولهم له على الرصيد اللي يدهوله يروح يقول الستة تديني بالخمس تلاف جنيه تقول له خمس تلاف جنيه ده أنا جاي ياخد فلوس ده أنا جاي ياخد فلوس بالزبط كده فهي الموضوع ده انتشر جدا انه حصل في ناس غلبة كده فتاني محدش هيديلك فلوس بلا مجهود يعني وانت قاعد كده وبعدين ما تدخلش في حاجة مش تحت اشراف الدولة يعني النهاردة في حاجة تحت اشراف البنك المركزي كوسأل يعني أنا شركة موبايل كلمتني مثلا لو على سبيل المثال يعني قالتني انتا كسبت مثلا كذا يعني اروح اي فرع من شركات الموبايل للفرع بتاعها يعني في واحد كلمني قال لي ان اكسبت هورت كانت صحيحة اتأكد والله ما قالوا لي لا خلاص الحمد لله اطمنت حاجة انتا كسبتك مسابقة اخش على اي صفحة من صفحات وزارة التضامن اخش على جوجل هل في مسابقة اسمائي كده تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي مفيش خلاص يا بالراجل ده بيحكي علي لكن مفيش حد بيكسبك حاج كده يعني من برا ما تأثقش في حاجة برا اشراف الدولة انا عايزين ان نسق في الدولة بتاعتنا الدولة بتاعتنا من المواطن كويس قوي والبنك المركزي وزارة التضامن بيحاولوا يحمل المواطن على قد ما يقدروا يعني فيعني اي حاجة برا اشراف الدولة لا تأثق فيها تماما طيب انا عزئزينك هروح لفاصل وهنرجع بعد الفاصل من كلامك انا اظن انه الناس دي بتنصب على نوعين يا نوع طيب زيادة عن اللزوم وبيصدق يا نوع طماعة وعنده حلم ثراء سريع حتى لو بالشمال مش مشكلة وازن ده اللي جارة في هوكول لانه موضوع البيتكوين ده اصلا غير مقر قانونيا في مصر وفي اغلب البنوك اللي موجودة في دول العالم فهنا في سن الطمعة خلونا نروح للفاصل ونرجع مرة تانية المهندس احمد ولي خبير امن المعلومات ورئيس قسم نقل المعلومات بواحدة من شركات الاتصالات الكبرى مش هقول اسمها ايه علشان ده اعلان فاصل ونكمل الكلام خلونا نجدد مرة تانية الترحيب بضفنا العزيز المهندس احمد ولي وهستأذنك بس فيه انه طبعا الحدثة بتاعة اطر اليوب فهناك بيان عاجل اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها مساء اليوم انه في تمام الساعة السابعة وعشرين دقيقة من مساء هذا اليوم واثناء دخول قطار خمسمية سبعة وخمسين تلت تلاف سبعة وعشرين ركاب على تلت تلاف سبعة وعشرين ركاب شبرى منوف كفر الزيات على سكة النفادي في محطة اليوب لمقابلة قطار خمسمية وخمسين تجاوز السائق السمافور المغلق واستمر بالمسير مما ادى الى دخول القطار الى السكة المنتهية بتصادم الحماية بنهاية السكة ونتج عن ذلك خروج الجرار والعرب الاولى عن القطبان وعلى الفور وجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل رئيس هيئة السكة الحديد وكافة قيادات الهيئة بالتوجه لمكان الحادث والدفع بكافة معدات الرفع لموقع الحادث والتنصيق مع وزارة الصحة والسكان لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين وحصر اعداد الوفيات هذا وقد تلاحظ ان الاصابات حدثت لافراد كانوا متواجدين خارج العرب الاولى للقطار ويستقلون القطار بين العرب والجرار كما وجه معالي وزير النقل بتشكيل لجنة على الفور برئاسة السيد المهندس نائب رئيس مجلس الادارة لقطاع السلامة والجودة للوقوف على اسباب الحادث وتحديد المسؤولين وحصر التلفيات والحادث بعيد عن الخطوط الطوالي بجميع خطوط الهيئة كده انتهى البيان وجبت القراءة وجبت تنويه ارجع مرة تانية وجد الترحيب بالمهندس احمد والي خبير امن المعلومات ورئيس قسم نقل المعلومات بشركة اتصالات كبرى كنتم مشتغل فيها زمان هرجع بقى على المسألة اللي هي الشريحة اللي شبه موضوع هوجبول الناس اتنصب عليها عن طريق والله تعالى هنشتري البتاعات اللي نعمل بيها ماينينج عن الكريبتو كارنسي بيتكوين وغيره وهتكسب وفلوسك والجودة ده معنى انه دي شريحة مستعدة انها تكسب فلوس خارج النطاق القانوني والشرعي صحي كده؟ صحيح او ممكن هي مش عارفة انه وخاري انتقق القانوني والشرعي ماهو برضو لازم يكون نعملية فيها وعي وده دورنا يعني ودور الاعلام نحن نوعي الناس يعني مش كل حاجة حد يقولك حاجة تصدقها لازم تبقى عارف ايه القانوني والشرعي وايه اللي مش قانوني والشرعي هما ممكن كمان الموقع نفسي يكون يعني الشاير للناس ورقة اي ورقة وعليها ختمه خلاص وهو احنا باخدين تصريح برضو لازم ترجع وراء ان هي فلوسك في الاخر يعني في الاخر انت مش فلوس حد هي فلوسك بحدش يخاف على فلوسك قدك يعني ماينفعش بعد ما فلوسي تروح اقول تب هرجعها زي ما من الاول يعني هي فلوسك معاك وبعدين الموضوع التسويق الهرمي ده ده خلاص يعني يعني اتهرس من الزمال زي ما بيقولون من ناس هرشته اه وبعدين هو ده برضو جزء يعني ده امتداد ليه بقى يعني هو برضو نفس القصة هتشتري انت او هتشارك وكل ما هتجيب حد تحتيك كل ما مكسبك هيزيد فالموضوع ده عمل يخد اشكال كتير وهو نفس الشكل ما هو اللي بيطامه عن الناس ايه ان انا هشترك اعتبر هكسب لوحد يا لأ انت لما تجيب ناس معاك هتكسب اكتر فبتدي اجر الناس معايا هيجي يركب على ويدنا بالضبط فكل واحد هيخش بقى يكسب عايز يجيب ناس تحتية عشان ما كسبوه يزيد وكل ده الشركة عملت لمي الفلوس دي ونفس القصة بتتكرر باشكال اخرى الناس اللي بتيجي بديها في الاول فلوس عشان اوهمهم ان هو فيه مكسب حقيقي وفعلا ان اللي بيحط الفي برجع له الفين بعد اسبوعين فالناس بتتوهم ان فيه مكسب حقيقي وبعد شوية الناس تخش اكتر واكتر اللي دفع الفي في الاول ورجعت له الفين بعد كده هيحط عشر تلاف بعد كده هيبيع عربيته بعد كده هيبيع بيته عشان يحط ال هو بيسخن بقى اه بالزبط انا دفعت الف جالي الفين وهي هي نفس القصة بتتكرر باشكال اخرى سواء بقى هوكول سواء بقى توظيف اموال سواء سواء عمالة تتكرر باشكال اخرى ففي الاخر نفس القصة ما يعني التصويق الهارم ده اتهارس يعني في حيطات كتير فدائما اي حاجة فيها شكل التصويق الهارم تجي الناس تحتيك ده خلاص يعني انا بحب يعني اوجه للناس اقلهم انوف يعني كفاية يعني ما تخشوش في السكة دي تاني في اشكال تانية اخرى بس نبتالي تصهر يعني وانا بخش على اليوتيوب بلاقي واحد اول اعلان كده يعني فلحت حيب بلقي زبدي شايفين العربية دي انا جبتها باستخدام التطبيق الفلاني الفلاني بتطلعك كتير اعلانك دي كتير او يوه انا اسدختم التطبيق ده ويقولك نزل التطبيق ده طبعا هتنزل التطبيق واتدخل فيه فلوس عشان يبتديه بقى تتداول على حاجات معرفش حقيقية ولا مش حقيقية وعد كده بقى فلوسك هترجع لك بسي رجع لك معرفش بسي في الاخر برضو نصبايا ما فيش حد بيكسب يعني بالبساطة دي طب هو الناس فهم انه البيتكوين دي مش فلوس في ايديهم هو حتى لو افترضنا انه عنده محفظة ما فيها بيتكوين او ايا كان من انواع الكريبتو والكورنسي المختلف هي دي مش فلوس في ايده ولو راح البنك قال له انه ابن عندي محفظة فيها عشرة بيتكوين يلا تدي لي بدلها دولارات هيقول له كل سنة وانت طيب ماليش فيه ماليش فيه طبعا وهو عملية بيع وشراء يعني مفيش بيتكوين في اليد ده وانت لازم يبقى فيه حد مثلا عنده بيت مستعد يبيعه مقابل بيتكوين فانت تحوله البيتكوين مزبوط الناس فاهمة ده هو غالبا اللي الداخلوا على مقابل هوك فول اصلا مش فاهمين لا بيتكوين ولا فاهمين يعني ايه تعديل ولا فاهمين اي حاجة هما كل اللي شافوه الف جنيه بترجع لي الفين بترجع لي عشرة فالناس طبعا مش فارقة معها كلمة البيتكوين في حد الزات هالبيتكوين ده اسم كده يعني لو كان باشيال كلمة البيتكوين وحط مكانها اي حاجة كرة قدم كانت الناس اشترت برضو طالما في الف هترجع لي عشر والناس تخش فهو الموضوع مش موضوع البيتكوين والناس بتلجأ البيتكوين ده بصفة عامة علشان هو معلوهش رقابة مركزية هواني رقابة يعني ليه على طريق رقابة معقدة كده فالناس اللي بتشتغل فانشطة غير قانونية غالبهم تلجأ للبيتكوين عشان يعني تحصل على اموالها ويعني تحصل على الاموال اللي بتزازل اللي هي بتعملها لكن في الاخر الناس اللي دخلت الغلابة او يعني اللي هي كان عندهم طمع السراء السريع مش فرق معهم كلمة بيتكوين طيب ساعات كتير ألاقي على مواقع التواصل اجتماعي كنت تكون سؤال الاخير قبل ما أختم ألاقي على مواقع التواصل اجتماعي وبالذات تيك تاك على سبيل مثال كم إعلانات مذهلة ايه مش إعلانات معناة فهم فلان الفلاني يروح طالع يقول يا جماعة خش على الموقع ده علشان احنا بنبيع الجهاز اللي بتقدر تعمل بيه الماينينج او التعدين وسعر الجهاز هيبقى كذا وبعدين يروح جايب لها كراكس كبيرة جدا مليانة أجهزة يقول لك شفت عملت كذا كذا ومنها كسبت المبلغ الفلاني ووارد فعل نكون بيبيع بس نقول للناس ايه نقول للناس ما تتخدعوش فأي حد بيبالوكو اي حاجة طب انا اشتريت الجهاز ها عمل به ايه انت فاهم هتستخدمه انا اشتريت الجهاز ولا انت هتشتري هولو هو يستخدمه لما يكسب يديك فلوس هنبقى تاني هل انت واثق فيه يعني ما انت هتشير الجهاز وتحطه عندك اللي هو اساسي الجهاز دي غير مصرح بيها في مصر فانت هتشير وتحط عندك وشفت عمي بي حاجة يا اما الرجل هيشتريه ويستخدمه هو ولما يكسب يديك فلوسك هل انت واثق في الرجل ده انه هيحول لك فلوسك نرجع للوعي ما فيش حاجة اسمها فاي اعلان وحتى اعلانة الرياضة بقول الناس ما تسخوش فيها اللي هو يتحول لسيكس عندك سيكس باك في شهر ويجيب لك الرجل سيكس باك وعشان بقي يعملك سيكس باك ده ادفع كورس تمن الكورس عشان ينزل لك الكورس للتمرين اللي هتعمله دقيقتين في اليوم يديك سيكس باك اللي هتطلع في شهر بدقيقتين في اليوم يعني مكانش يعني مش كده تعالى مرانك اونلاين مش مسمعها مرانك اونلاين بس اشتنا بقى بالتفقين يعني ده ايه كلام اه فحتى ده نصد يعني ان انا اقول اوهم الناس انا لما هشير الكورس هيحب عنده سيكس باك في شهر اللي هو ازاي يعني احنا بتوع سيكس باك قبل انا عندي سيكس باك حلو لكن لازم تتخلص من الدهون اللي موجودة هنا الدهون اللي هتتخلص من هنا دي بقى حضرتك مش التمرين انا عايز اشكرك جدا نورت وشرفت ومبسوط جدا ان احنا كنا زملاء ولازلنا اصدقاء بقى ودي حاجة مهمة جدا بالنسبة لي كل الشكر للمهندس احمد ولي خبير امن حالا هتلاقي كديم رمزي داخل وهيعلن لي نفوز الزمالك ثلاثة واحد على الترجي مبروك زمالك وكمان مبروك للاهلي النتيجة بتاعته اثنين واحد يلا شدوا حركوا رجالة حد فينا يتقهل بأي شكل من الاشكال ولكن لنا العمر نقابلكم بكرة ان شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات